مفاتيح مع سعيد هنتوج والدكتور هاني الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمر علينا لحظات نعتقد ان الحياة انتهت نفقد الامل تتقفل ابواب الحياة في وجوهنا ونظن ان الحياة انتهت بالنسبة لنا ويمكن ننسى او نتناسى ان الحياة اكبر بكثير من علاقة خرجت منها واكبر بكثير من وظيفة استقلت او طرت منها واكبر بكثير من فشلك في مشروعك حياتك بيدك واختيارك لمشاعرك واختيارك لطريقة تفكيرك بيدك كمان واختيارك يحدد مين انت كيف حياتك ايش هي المشاعر اللي انت تعيش فيها حياكم الله في هذا الحلقة اللي نتحدث فيها عن كيف ابدأ حياتي الجديدة ضيفنا الدام الدكتور هاني الغامدي حياك الله دكتور في هذه الحلقة الجديدة بعنوان كيف ابدأ حياتي الجديدة اهلا وسهلا بك سلام عليكم ورحمة الله حياك الله حبيبي سعيد واهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات الاكارم جميع الدكتور نلاحظ بعض الاشخاص في مجتمعنا لما تجي تقولوا ان والله بامكانك انه انت تغير بامكانك انه انت تغير من مستواك الدراسي وتنجح تاخذ ثانوية ليلي وبعدين تدخل الجامعة انتساب وبعد كده حتتخرج وتلاقي لك المكان اللي انت تبغاه ممكن كمان شخص طاح في خلينا نقول دخان طاح في اشياء غير جيدة بتقول له غير من نفسك تقدر انت تقدر تنجح تقدر تتغير وتصير انسان افضل ويفتخر فيك اللي حوالك من اهلك وزوجتك واولادك يقول لك يا عمي الحياة مرة واحدة وانا ما اقدر اتغير انا ما اقدر اعيش انا طحت في هذا الشي وما اقدر ونشوف قصص واشياء كثيرة جدا ممكن اشياء بسيطة جدا ممكن شخص يعني عايش خلينا نقول في وظيفة متواضعة تقول له انت تقدر تفتح شركتك الخاصة تقدر تنمي اموالك وتقدر تصير انسان ناجح وتكون قصة ومثال لكل شخص يقول لك يا عمي الحياة واحدة وهذه قدراتي وكل واحد على قوله يمد لحافه على قده هل هذه العبارة صحيح يا دكتور؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله البعض ممن يسمعنا الآن يا سعيد والمفاجئة يقول لك يوه هيا دحين طلعوا هذول الاتنين ويقعد الفلسفة علينا ويقولون شوية كلام حق كتب وأنا أغير وما أغير والكلام اللي قاعدين نسمع طول النهار وطبعاً الكلام كله لا يسمع ولا يغني من جوع لا حنتغير ولا حيصير فينا شيء وحنقعد زي ما إحنا وهذول قاعدين يحلم ويقولوا كلام ليس له أساس من التطبيق الواقعي اللي يبغى يسمع ويعتنق أهلاً به اللي ما يبغى ترى إحنا مبسوطين ابقى كما أنت ونتفرج عليك ونتسم اللي يبغى يركب قطار التغيير أهلاً وسهلاً به اللي شايف نفسه أو سايفة نفسها اللي ما من أمل وانتهت الأمور الله يبارك له والله يبارك له نتفرج عليكم ونقشلكم ونقول لكم باي باي كده على قولتهم من أنشباك حق قطار التغيير إيش هو قطار التغيير؟ الدنيا يا حبايبي دائماً أقولها أنا في سناباتي وفي لذاعة وفي غيره إنه الدنيا محطات اللي اليوم ربي كتبوا عليك ترى ما هيستمر لبكرة سواء كان خير أو شر انتبه إذا كان خير فلا تعتد بإنه والله الأمر مستمر إلى ما لا نحاية احمد المولى عز وجل اليوم اصرف هذا الأمر بما يرضي الله من قبل ومن بعد وتجحل دائماً أن هناك تغيير قد يكون تغيير تجزع فيه نفسك وهذا الأمر سبحان الله العظيم قلت ذكره المولى عز وجل في كثير من مواقع القرآن بأنه النفس تجزع الناس تحب منها الله ليه غير علينا خلينا يا عمي زي ما إحنا كده عندنا الحلال وعندنا المال ومبسوطين لا لا ترى بكرة ممكن يكون فيه عندك أمور تختلف جذرياً عما هو عليه راحت بالك اليوم لأنك أنت اليوم تتقلب في النعم حتى لو حمدت المولى عز وجل إلا ما أنه الرب سبحان الله العظيم يبغي يمحصك أكتر عشان تقترب منه أكتر فيأخذ منك أحياناً ويقدر عليك بشيء من القطر سواء كان في المال أو في غيره اللي يهمنا اليوم أنه الناس اللي زي ما أنت قلت وتكلمت سعيد وقلت أنه والله أنا البنت هادي أبغى تزوجها ما حصل نصيب قفلت الدنيا في وجهي خلاص أتوقف أنا الوظيفة هادي كانت عندي فصلوني أو قدر الله علي بأي أمر بعد كده ما عد في عندي فرص للوظيفة أي أمر موجود وكأنه اليوم هو أنحاية أي أمر كان موجود ولن يتكرر طيب سبحان الله العظيم الناس اللي عايشة وتتعايش وماشي وتتفاعل هذول إيش وضعهم هذول كلهم أمور الأقدار عندهم ماشية زي ما هم يبغوها وقدر المولى عليهم بأمر وما قدروا عليك أنت إلا بالعكس رب العباد ترك كل العباد ومسكك أنت الحالك عشان يقدر عليك ويغيظك ويحرق دمك ويحرق قلبك ويخليك في الآخر تحس إنه ما من أمل ولا هناك من حسن ظن بالله البعض يا حبايبي من شدة ما إنه قفل على نفسه ما عنده آفاق إنه يشوف ويتحمد النعم اللي هو فيها نعم ماية نعم الله يخليك نعم ما اللي بتقول عنها البنت اللي كنت أبغاها راحت عليها أخدها ولد عمها الوظيفة اللي كانت قدامي وعدوني قالوا للدوامي وما لاحظت الجي ولقيت فجأة واحد برشوت وصقط المشعارف مين حصل ما دل الشكل وسقط فأنا الآن توقفت ما عندي أي إحساس إنه أنا بدي أكمل في أي شيء الدنيا دي كلها أحقاد الدنيا دي كلها ندالة الدنيا دي ما فيها خير ونبقى كما نحن حبايبي إن إنسان إذا ما برمج نفسه وحط في عقله رقم واحد قاعدة أساسية حسن الظن بالله يعني يا حسن الظن بالله يا سعيد وكل من إسمعنا حسن الظن بالله إنه يقينا لن يقدر المولى عليك إلا بخير يعني فينا الخير البنت راحت علي وللعريس راح علي وللوظيفة راحت علي أو الفلوس اللي كانت عندي انسرقت وللانحرقت وللش ما سرقت إنه خير تتكلم عنه إلا ما يكون خير ولنا في القرآن كثير من المواقف اللي سبحان الله وجدنا فيها إنه حتى لما كان أحد الأنبياء يوسف عليه السلام لما كان مع الخضر إيش اللي حصل السواري يقول له ما حد تستطيع لن تستطيع معايا صبرة ما حد تقدر لأنه مفهومك العقلي ما حد يخليك تقدر تفهم وتعرف إنه ترى فيه أمور أكبر من حجم تفكيرك وكلها سبحان الله بخير قتل فيه خير سبحان الله أبني جدار من غير أجر فيه خير طب كان خدنا فلوس عليه وهكذا من مواقف كثيرة سبحان الله نحن ما نتعلم يا سعيد نحن بس همنا إيش أمتلك اليوم في يدي أنا أبغى السيارة الفلانية أبغاها تيجي كيف تيجي إيش الطريقة مو مشكلة تير مهم السيارة الأخير إنه هذا هو التمني حقي وأبغى أحققه بأي طريقة راحت عليها البنسة الفلانية راحت عليها العديسة الفلانية أو حتى لو قدر المولى علينا عز وجل بأمر نتوقف ننفجع نرتبك نتحتك نتدمر ما عندنا أي إقدام إلى أمر جديد وبالتالي ابقى كما أنت ابقى كما أنت خليك في اللي أنت فيه إحنا بنتفرج عليك ولو رجعنا مرتين للمفهوم اللي أنا أقوله دايما إنه الدنيا محطات اليوم أنا في شيء وبكرة في شيء آخر إن شاء الله للأفضل طب لو ما كان للأفضل كان أقل مما هو عليه الأمر إذن هي عارف كيف الواحد لما نبغى ينط أتذكره المثل ده أنا دايما كنت أقوله المثل ده زمان الواحد لما نبغى ينط إيش يسوي ينزل لتحت عشان ينط أعلى الفوق مش يحن بي نسوي كده هكذا هي أقدار الدنيا أحيانا قد تنزل إلى الحضير أحيانا لتقفز تلك القفزة المباركة بحسن الله بالله أولا وأخيرا ثم بحسن قوتك وحسن تمكنك وحسن علمك وحسن فهمك وحسن إدارتك وحسن نيتك إذن بالآخر عشان تنط النطة اللي هي وشربوها تبقى تنط نطة صغيرة على طرف أصابيعك حتوقف ما النطة حتوصل بس لما تبقى تنط نطة كبيرة لازم تنزل تحت لازم تطاطي عشان تنط نطة كبيرة والله يا أحبتي هكذا هي الأقدار أحيانا أحيانا تنزلن الأقدار اللي تحت يا ربي قدر ورا قدر ورا قدر كلها طاخ 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 تنزل للحضير إيش اللي حاصل يا ربي كنت في نعم إيش اللي سار طب في أمل؟ لا ما في أمل مين اللي قال ما في أمل؟ أنا اللي قلت ما في أمل كل الناس المنجزة كل الناس المنجزة وأولهم مسمى حكيم من هو الذي يسمى حكيماً هذا اللي تلطش في الدنيا تلطش؟ لأنا فاضي عمي ما بأتلطش يا جزا خليني في حالي ما تبقى تلطش براحتك ما تبقى تسير حكيم براحتك ترى الحكمة أمر من النعم الكبيرة لرب العباد يهبها لبعض عباده صحيح أنك أنت تعيش بحكمة لأنه تحت الحكمة في عندك مسارات يا كسرها من ضمنها الرضا والحمد وإدارة المواقف والمعلومة والاتكاء على التجارب أشياء كثير إذن بالتالي اليوم أنت لما نكون لك تجربة في نظرك أنها فاشلة وهي ليست فاشلة إنما هي فرصة لم يتمم لها النجاح عشان لازم نعدل الكلمات هذي عشان عقلنا يبدأ ينطلق في آفاق إيجابية لأنه لو قاعدنا نقول فاشل 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 معناته في الآخر الأمر كله بالنسبة لي فشل كل ما هو حولي يمثل كلمة فشل وبالتالي عقلي ما هيبدأ يشتغل لكن لما أعدل الكلمة وأبدأ أحط كلمة إيجابية والشيء بالشيء يذكر كل الخيبانين والخيبانات يلي حاطين أسماءهم المنيلة على تويتر وغيره المدمر في الأرض السابحة في المقابر الأسماء عجيبة غريبة اشبكوا منتو وتبقوا واحد يلتفت لكم والله لما تجيني أحيانا بعض الرسائل من بعض الأسماء أول شي يقول لهم عليها بنتي غير الاسم ورجعي لي دكتور أنا عندي غير الاسم ورجعي لي ما عندي استعداد إنه أنا أتعامل مع شخص مدمر إلى هذا المعذبة في الأرض المشعارفة إيه البرمجة الغبية السخيفة السادجة خلاص أنا حعيش في هذا الأمر سعيد أنا وأنت وكل مين يسمعنا لو جيت أقول أنت غبي يا والي أنت غبي يا بنت أنت غبية أنت غبي أنت غبيت إيش هيسير في الآخر هتتحول إنك تتحول الحقيقة أن يصير غبي أما إذا قلت أصلا غبي حاشاك فمعناته على قلتهم صح صح سوي معنا شوية شغل عدل منسك شوية ولو إنه ليست إيجابيا أننا نقول للأشخاص الأغبياء ولكن بالتالي اللي يهمني اليوم إنه يا حبايبي وما الحياته إلا بدايات خذوها مني كلمة اعتبروها مقولة اعتبروها حكمة وما الحياته إلا بدايات بدايات لإيش بدايات للفردوس بدايات للجنة بدايات لأمور كثيرة قادمة وأيضا المحطات اللي موجودة عندك في هذه الحياة هي أيضا بدايات عشان تتطور في هذه الحياة وتعيش بساعة صدر ورضى وحسن ضن بالمولى عز وجل جميل طيب للمشاركة معنا تقدروا عن طريق هاتف الاتصال صفر واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة رقم الثاني صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر رسالتك النصية عن طريق السيسي ثمانية خمسة عشر أربعين وزين سبعين ثلاث ثلاث ورجعنا لكم من جديد في برنامج مفاتيح مع سعادة الدكتور هاني الغامدي أستاذ نأخذ هذا الاتصال معنا تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله ورحمة الله وبركاته تفضل ألو بدي تفضلك رمكن الدكتور يسمعك دكتور رجلانك طيب أعطيك العاف أنا كانت عندي مشكلة عانيت منها جلستي مكن حل سنتين أنا طبعا ملكت والحمد لله قبل ما أدخل على زوجتي صارت لي مصيبة يعني اللهم لك الحمد يعني مصيبة جعت على ظهري وكنت كافل واحد كده من الشباب من جماعتنا مسبب لي مشكلة في المحكم ومسبب لي على مبلغ ما مبلغ فتأرقلت أموري وصارت مشاكل ما بيني بين أهل زوجتي والحمد لله يعني ما وقفت الدنيا على قولتك حاولت أن يقاوم جبت جماعتي عند الشخص هذا اللي سبب لي مشكلة حاولت أني يعني مثلا نسجد المبلغ المبلغ كان كبير وما كنت قادر وكنت متعبّل يعني عن الشغل ثبت أن الخدمات عندي موقفة وأموري تعرقلت شوي طيب أخوي أحمد إلت توصل للنقطة اللي انت حابت توصلها اللي حبيت أنه فعلا الدنيا هي مش واقفة على أحد صحيح و يعني بدام رب العالمين و رب الوالدين معاك سبحانه تعالي الحمد لله لو موضع تصير طيبة والحين زانت الهور أخوي أحمد والله زانك ليش لأنه بيدي أحد يعني جلست فترة يمكن أقول لك أني وصلت لأشياء استخدمتها في أشياء يعني شيء لا يرضي الله ولا رسولي فأحسيت أن الدنيا هذه ما وقفت على أحد حاولت أني أفتح لي مشروع صغير وفتحت لي مشروع صغير فتحت لي ما حلق صلت وشتغلت فيه حاولت أني أجمع جمعت الحمد لله بدت أيام يعني بدت أيام يعني مثلا أن تتحسن في أشياء يعني في أشياء برضو من جد تغيرت جميل طيب الله أعطيك العافية أخي أحمد ويمكن زي ما ذكرت يعني هذه قصة من القصص الجميلة اللي بيقول لك أنه خلاص ما بوقف على أحد الحياة ما بتوقف على أحد أنا بصنع نجاحي وبصنع سعادتي وبصنع مستقبلي بنفسي أي مشكلة تواجهني أنا أقدر أدخل طاها وأوصل للشيء اللي أنا أبغى أوصله وفق ما تجري فيه يعني الحياة الصحيح بتأخذنا يمين ويسار لكن نحن بنرجع مسارنا وبنعدل وبنقدر نوصل للنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل أنه أنت تبغى توصل لهذا الشيء بقدرة الله بقدرة مولا عز وجل جميل دكتور ممكن كثير من الناس كمان بيسأل بيقول يعني أنا حاولت مرة بس ما نفعت معايا حاولت أنه والله أنجح في تجارتي بس فشلت حاولت أنه أتزوج أول مرة بس ما نجحت لكن دكتور إيش نقول لهم فيما تعلق بتكرار المحاولة يعني لي تقليد دكتور أقول أنه معظم قصص النجاح في العالم من خلال التكرار عدم اليأس أنه أنا ما أيأس من المحاولة فأكررها مرة ومرتين وثلاثة لين أقدر أوصل اللي اخترع الكهرباء أديسون حاول أكثر من 999 محاولة عشان يقدر يوصل لاختراعه العظيم شوفا سعيد عارف اللي يودينا في داهيا إيش والكلام لك الجميع ما يسمعنا اليوم اللي يودينا في داهيا دائما العشم وثقف العشم ثقف العشم عالي يعني أنا أقول لك على حاجة الجميع يخرج من بيته يشغل سيارته على سبيل المثال الأشخاص اللي بيسوقه سيارة يتوقع أنه هو حينتقل من النقطة ألف للنقطة با من خلال أنه ما يكون فيه أي حادث من خلال أنه ما يكون فيه زحمة من خلال أنه تكون الأمور كلها ميسرة والإشارات كلها خضرة يتمنى ذلك لكن اللي بيحصل هو أمور مختلفة وبالتالي أول ما تتكلم على خرجة لا الشوارع زحمة طب أخرج ربما الشوارع صح تكون زحمة لكن أمورك ممكن تسلك لكن أنت حطيت في بالك أنه الشوارع زحمة أول ما قلت أنه الشوارع زحمة مخك بدأ يعفرتك بالبلدي كده من الآخر ليش؟ أنك أنت تكون متجهز أنك أنت لازم تحاور وتناول طبعا للأسف الناس اللي ما بتتقيد به الأمور الأساسية لأدبيات المرور فبالتالي أنت دخلت نفسك في دائرة تفكير وخليت عقلك يمشي في مسار ما له علاقة بالواقع الحقيقي هذا مثال بسيط لأمور كثيرة في حياتنا السقف العشم فيها عالي جدا أنا يوم ما أتزوج أنا كبنت أتوقع أنه حبيبي هذا سأكون حاطة يدي في يده وهو متأنتك بالتوب والكبك ونتصور زي ما بنشوف الصور صحيح ما بنشوف الصور حاطين يدهم على بعض وسعيدين زي العصافير ما شاء الله تمام؟ يوم نتوقع إلى حياة كده طب ماشي ترى على فكرة حتى العمره 70 سنة ترى ممكن أحط يده على يد الكهلة وعلى قدس الأخوان وفي الآخر يصور برضه هما السعادة ليست أن أحط يده على يدك إنما هذا المنظر وهذا المشهد نفسيا أصبح ترميذ لمفهوم السعادة عندي بس على ذلك أنه هنروح كافهات هننبسط هيحتضني ويحتويني هيقول لي أحلى الكلام يا بنتي كلها يومين ثلاثة ويقينا حيمد بوزه من أي أمر ممكن يحصل في حياته وهذا رد فعل طبيعي لأنه اللي مو طبيعي إنه قعد مبتسم ومكشح ومطلع سنونه لمدة أسبوع معناها الإنسان ما عنده حساس لأنه عنده شي غسائي غلط إنما أنا أتفاعل مع الأمور اللي من حولي أنت أيضا لما تتزوج بتجيب لي وحدة تتوقع أنك أنت هتعيش معها الحياة الرومانسية والعاطفية والاحتياجات الخاصة بيك كرجل وأن الأمور كلها زينة وأنه لما تتمنى تقوم تسوي لك بيطين عيون حتلاقيها جاهدة وأنه لما تبقى تطلع مش عارف يا عمي دايما لا تخلوا السقف العشم كبير عالي أنت إيش قاعد تقول يا عبد الرحمن طب هذه أمور أساسية أساسية عند البعض بينما البعض الآخر حتطلوا خط رجعة انتبهوا لهذه الحكمة يا حبايبي دايما حط خط رجعة لأي أمر يقينا هو ناجح في مثل أمريكي من عمر يمكن عشرين سنة عرفته أنه لو كان كل شيء ماشي صح انتبهوا للكلام لو كان كل شيء ماشي صح معناته في شيء غلط تخيل يا عمي إيه السواد اللي انت فيها مو سواد هذا واقع لو كل شيء يمشي صح مية في المية معناته فيه حاجة غلط طبعا نحن نتكلم على تفاعلاتنا الحياتية وهذا الأمر لا ينسحبه لا ينطبق على كل ما هو موجود في حياتنا إنما إنه نحن نحط في بالنا إنه دائما في عندنا خط رجعة إذا اليوم أنا أخدت شهادة معينة وكنت حاطت في بالي إنه لما أخرج وأتخرج إنه على طول حلق وظيفة وإذا ما لقيت وظيفة معناته في تخصصي وإذا مستخصص طب أنا كده إيه سويت كل الأحلام اللي كانت عندي في سقف العشم العالي أتلخبطت عندي لأنه الواقع يقول أنا ممكن يكون عندي شهادة هندسة وأشتغل في حتة إدارية مختلفة كيف الكلام دة الكلام دة ما في اللي عندنا في السعودية لا يا حبايبي الكلام دة في كل دول العالم في كل دول العالم عندنا لخبطة في موضوع إنه الواحد يتخرج بدأ تخصص ويشتغل في أمر غير تخصص الكلام دة في أمريكا ما في الأمريكا فيه ولي راح أمريكا وعاش يعرف صحيح وعندنا أفلام أمريكية يا أخي عفلام أمريكي يا أخي إذا كنت من الناس اللي تابعوا عفلام شوفوا القصص الاجتماعية حقتهم تلاقيهم تخرج بشيء وبيشتغل أمر آخر الأدهى والأمر أنه يليتوا اشتغل في وظيفة ده فكلوا فوت ترك أو راح لعمل يدوي آه يعني إهانة ومهانة مين قال إهانة ومهانة؟ مين قال بناتنا وأولادنا حبائبنا اللي راحوا وجابوا دكتوراه وجابوا ماجستير وقلت الكلام ده وأقوله في كل مكان وأعرف منهم من بعض الأسماع عنده فوت ترك شوفت؟ فوت ترك لأنه البلد هذي مدد مين قال لك البلد دي؟ ليش نهرج على طول في البلد؟ هذا واقع العالم هذا واقع المجتمعات هذا واقع الإنسان هذا واقع البشرية الأمور ما تتم يا حبائبي بأنه كل ما على قولتهم رميتها لازم تصيب الأمور تيجي بذكاء طب واللي عامل فوت ترك هذا إيش وضعه؟ للمعلومية اللي عامل فوت ترك ترى بيدخل فلوس أكثر لو ما كان بتوظف بشهادة الدكتوراه فانا كلام دي عامل تقعد تحلم أسألني أنا عندي ورد عامل عنده فوت ترك شوفه خسران والبلدية مبهدلاتو مش عادي صبكه كمان إخل لازم نشي بالأنظمة وبعدين لو ما مشي بالأنظمة وغيره ترى في عندنا طرق أخرى وترى هي مش كلها أحلام لازم تتحقق وترى كلامي مو صح بالمية في المية بالمطلق فيه جزء من كلامي قد لا يكون واقعي ولكن على الأقل إنه إحنا لا نقفلها فوجهنا فيه اتصال عندك سيد؟ فيه اتصالي نعم أم عدي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنا بأطرح مشكلتي صوت بعيد مرة يبتلون معك زوجي تقريبا آخر سنة أو سنتين تقريبا بيتغير في تصرفاته كثيرة يعني مثلا كم عماركم وكم سنة زواج؟ 12 سنة زواج أنا عمري 30 هو عمره آآ 43 مام فضلي إيش التغيرات اللي بتقولي عنها وصفيني الشيء اللي سمحتي؟ يعني مثلا مثلا أكشف وجهك آآ شيل الطرحة لما نسافر لتشيل عبايا معاكي آآ المهم آخر فترة يعني أشياء كثيرة كثيرة يعني تغيرات كثيرة مرة بس آخر أسبوعين أنا لاحظت إنه ما يصلي ما يصلي؟ ولما سألته ما يصلي طيب وهو عمره ما ترتها يعني ولما سألته قال لي سلام يعني ما أقوله مثلا ما أعرف أدينا طيف من الكلام يعني جزء من الكلام أو أعلمتهم من جنب الكلام اللي قالوا بدأ دخل في خصومه مع الله وزعلان من ربنا لا 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 لعمو كده إنه ترى غلط ما في بخاري ما في نبي ما في ما في شيء اسم خلاه شي زي كده فاهم بلصفك لا لا بالعكس إحنا ما تخصوه مع الله لا بس يدولي ترى غلط يعني ولما نحاولت قال لي يعني يعني إنه مرة أنتو العرب يعني وانتو مرة متخلفة اش دخلك فيني أنا أصلي أو لا أصلي يا مالك تخليكي هو إيش جنسيته سعودي طب وانتو العرب إيش هو من فين جايب توقف آخر أيوة يعني هو يعني قل لك إنه خلاص خرج من البيئة هذه طيب هل هو كان في دولة أخرى ولا عنده أي شيء لا لا أبقى لا لا ما كان في دولة كان في بيئة شوية منغلقة وبعدين آخر سنتين مرة يعني صار طيب خدي رقمي من الكنترول لو سمحتي أبنتي جميل أوكي وتسمعي بردو الآن خلاص خليك أم عدي على التلفون يعني لا تقفلي عشان نعطيك رقم الدكتور هاني طيب دكتور نتكلم عن حالتها ولا ممكن جميل تفضل الآن المستمعين الأكارم والمستمعات إيش دا يا عمي دا كافر هذا خلاص اطلق منه وسي بي إيش الكلام اللي قاعد يقوله دا إيش اللي ما يصلي وإيش اللي ما في البخاري ولا فيه مش عارف مين هذا خرج على الملة هذا انتين دقيقة وقفوا لحظة لحد يختي فيه أمر هو مش حاطة يده فيه عشان يتكلم عنه كثير من أمور حياتنا يا بناتي ويا بنائي وكل من يسمعنا اليوم كثير من أمور حياتنا أحيانا قد تؤثر على إعمالنا العقلي تؤثر على إعمالنا العقلي إحنا أثناء الغضب إيش يحصل فينا بنستصدر قرارات ما الهداعي صحيح لما نكون غضبانين عشان كده المصطبى صلى الله عليه وسلم حذرنا من أنه الغضب 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 وبالتالي الإنسان يتنبه بحتة أنه ما يصل به عقله أنه يصل إلى هذه المرحلة من التسخين لو جاد التعبير اللي بيحصل أثناء في بعض الأرض أو لدى بعض الأشخاص أنه هناك مؤثرات معينة موجودة من حوله مواقف ومشاهد معينة ضغوطات معينة ولكن أثرت فيه بأنه استصدر أو بدأ يستصدر قرارات مختلفة من ضمنها ما في صلاة ما في ربنا ربنا مو عدل ما في كذا ما في كذا ما في أحاديث ما في المصطبى صلى الله عليه وسلم ويبدأ يدخلك في حاجة هذا الشخص يحتاج إلى جلسة مع متخصص يحتاج إلى جلسة مع متخصص حبايبي أنا من الأشخاص اللي من سنوات طويلة معروف عني أنه عندي دور من فضل الرحمن أكرمتني به الدولة في المناصحة والمناصحة معروفة لمن وهذا الدور من فضل الرحمن قدمنا فيه أيضا عندنا دور لدى كثير من الأشخاص اللي بيخرج عن الخط بمعنى أنه ما أقدر أقول عنه إلحاد إنما لخبطة زي ما هو عليه لوجبنتنا لجوبها اتصلت هذا الشخص يحتاج إلى متخصص يقدر يتناقش معه ما ينفع أبدا بأنه احنا نحكم عليه فيا مستمعين ومستمعات الله يحفظكم قولوا الحمد لله الذي عفانا قولوا إن شاء الله ما نكون في هذا الموقف إنه ما ربي قد يوجد علينا إننا نخرج عن حسن الظن به أو نبتعد عن المولى عز وجل بأننا ندخل في خصومة مع الله ونا دائما نستخدم هذه الكلمة من سنوات طويلة وهي كلمة صحيحة سليمة ليست فيها أي أمر خارج عن الدين بل أحيانا بعض الأشخاص يدخل في خصومة مع الله يزعل من ربنا لما نعيد ترتيب أفكاره مرة تانية تعود الأمو اللي ما كانت عليه بقدر مولى عز وجل طرح الشيء نطلع فاصل ونرجع نكمل خلوكم على السم على خير رجعنا من جديد معكم مستمعين الكرام مع دكتور هاني الغمدي في برنامج مفاتيح دكتور يمكن أم عدي كانت تتكلم عن تغير زوجها نعم بدأ حياة جديدة ولكن ممكن تكون بطريقة سلبية أحسنت أحسنت صحيح كيف نقدر نبدأ حياة جديدة بطريقة إيجابية دكتور تمام احنا عندنا خطوط أساسية يا سعيد وكل من يسمعنا أهمها وأولها الخط الشرعي الخط الشرعي ده أنا أغير للقربة من المولى عز وجل أغير للاقتراب من الخط المستقيم وطريقة الحق وليس العكس أحيانا بعض الأشخاص قد يكون عنده الالتزام بالخط الشرعي ولكن ظروف معينة قد تمر به في حياته تجعل من إعماله العقلي مش أنه يضرب يفرط لجنة لا اتلخط وبالتالي يعاد إلى الخط المستقيم مرة أخرى كل ما نقعد نناهض في هؤلاء وننبذهم ونبعدهم كل ما تزيد الهوى عندهم ويبعدوا أكثر عن الخط الشرعي لذلك لابد من الاحتواء وهذا ما هو عليه سبيل كثير من الأمور التي أنا ذكرتها قبل الفاصل بالتالي عملية الاحتواء هي ليست المناخبة مون كل من جاء قال كلمة نبذنا كفرنا بعدنا خلنا بعيد عننا تركنا لا قد تكون يا بنتي أنت معول البناء الإيجابي في هذا الإنسان ولكن بالحسنة طيب لو زاد عن الحد لو حسن هو خرج عن الملة عندنا مساعدات من أشخاص متخصصين أو بالاستعانة بحكم من أهله وحكم من أهلها بحيث أنه في الآخر الأمر يتم أنه نسدد ونقارب لكن ما ينفع حتة أنه إحنا أنا زوجي ما يصلي ودائما أتلاقي حتى في المحاكم شيوخ أفاض الكثب نتواجه مع بعض نجلس أول ما تدخل المرة عشان تبدو زوجي ما يصلي ليه ما عندي يا بنتي هو ما يصلي طيب هل اليوم نحنا نستمر موضوع نحنا ما نصلي أبدا أبدا أصلا مين يقدر يقول الكلام دا مين يدريجي ناحت كلمة إنه والله نصلي نبعدوا فين نوديهم ترميهم في الربع الخالي كلهم ما ينفع لازم نحتويهم ونعيد ترتيب أفكارهم ونجلس معاهم ونكون داك المعين بعض المولى عز وجل فين نحنا نستعيدهم مرة أخرى وهذا ما هو عليه نهج الدولة الدولة يوم ما كان عندنا بعض المراهضين لكثير من الأفكار سواء كان على مستوى السياسي أو مستوى الأدايا أو المستوى الشرعي إيش اللي يسووا فيهم حاربوهم وقتلوهم وحطوهم عندنا جزئية الاحتواء نعيد ترتيب أفكارهم مرة تانية وبالتالي نستفيد منهم كمعوى البناء في هذا الوطن هكذا هي أمور البيوت أيضا ولكن لكل أمر حدود يا حبايبي ما يجيني واحد طول النهار مخدرات وخمر وسهرات وعمور فيها خروج على النصب بالكامل وأقول والله أنا ممكن ساندي يا بنتي ما نقول لا عيني على الله إن صحي ولكن لكل أمر حد أو حتى لمن يطلب منها أمور غير شرعية يعني في عندي قضايا كثير بيجيين يا سعيد أنا زي هذا ما أقدر أصبر عليه لمن يتحول هذا الإنسان إلى أمور خارج عن الدين خارج عن الإنسانية خارج عن المفهوم الزواجي أو المفهوم الأسري لا معليش أنا ما أقدر أتحمل أنه هذه البنت قد إنها يعني تنفذ أحد الطلبات الغير منطقية لا شرعا ولا إنسانيا ولا زواجيا ولا أسريا أقول والله يمكن نحتويه في بعض الأمور نتوقف عندها ونرطب ونتخذ خرارنا صدر جميل تهاني معنا كمان اتصال تفضلي السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام معي تفريكين وحدة خمس سنوات حتى أربع سنوات دائما نضارب بنات أربع سنوات وخمس سنوات ودائما نضاربه جميل جميل ما يخافهم مكرمي حكا أنصحهم ذكذا ما يخافهم كرامي يخافهم كرام أبوهم آآ فتأهد جميع أبوهم وذكذا لأن أبوهم أحيانا عشرة يام معنا وعشرة يام في دوام موضعي الآن أحيانا لا 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 عشرة يام للأبو ما يكون موجود فيهم أنت إيش يكون دورك دورك إنهم ما يسمعوا كلامك صح؟ إسمع كلام دورك أكثر طيب أديني مثال على أنه ما يسمعوا الكلام المثال أنه هذول البنتين ما يسمعوا الكلام يعطيني مثال بارك الله فيك مثلا إذا الضاربوا بكذا أنصحهم حول العاهم ما يمسوا ما يمسوا أبدا يعني معلش أنا تقولي إذا الضاربوا يا دكتور ما بيسمعوا الكلام لما أنا قلهم يعني وقفوا أو أنه أنصحهم طيب هل أنت عاقبتهم بالحرمان حرمتهم من أمور يحبوها طيب أربع سنوات عندها طبعا بنتين تقول أربع سنوات وخمس سنوات أبوهم بيكون عشر أيام موجود معاهم وعشر أيام ثاني بيكون موجود في دوامه في العشر أيام اللي ما بيكون موجود معاهم في البيت بيتضاربوا بيسبوا أشياء ما ترضاه الأم طبعا فلما بتنهاهم أو بتقولهم أو بتنصحهم ما بيسمعوا كلامها فإيش المشكلة وإيش الحالة دكتور طيب أمور التربية يا كثر ما أتكلم فيها هنا وعندي طبعا برنامج آخر ما أتكلم فيه في جزء التربية بشكل أكبر على إذاعة أخرى اللي همني في الموضوع أنه يا كثر ما تكلمنا في الإذاعة الثانية أو حتى على السناب عندي يا حبايبي يا كل أب وكل أم ترى هذا الشخص اللي هو الطفل اللي أمامكم من سن السنتين يبدأ يفهم يبدأ يميز حركاتكم ويبدأ يتلاعب عليكم يبدأ أبو سنتين نعم أبو سنتين يبدأ يتلاعب عليكم بحيث أنه هو يأخذ من الأقرب الأميل اللي ممكن ينفذ له طلباته هذا نقطة والنقطة الأسوأ من ذلك لما ما يكون عندكم مسار واضح لمفهوم العقوبات طبعا مفهوم العقوبات يبدأ وينتهي بموضوع الحرمان نحن لا نتحدث عن الضرب ولا نتحدث عن العنف وبالتالي المرة هذه أنا سويت شقاوة 13 تلطيش ما في بعده المرة الثانية سويت نفس الشقاوة وبس يا ولاد المرة الثالثة سويت الشقاوة نفسها ويتفرج علي أبويا وأمي ما في أي رتفعل بالله عليكم الأمر هذا لو تم على مستوى قيادتنا للسيارة نقطع إشارة ما في أي مخالفة العسف يقولك أتفضل ويبتسم لك أقطع إشارة تانية يحط عليهم خالفة 20 ريال أقطع إشارة تالتة أتسبب في حادث وافلت منه بالله عليكم إيش يكون مفهوم القيادة أو مفهوم أنظمة القيادة أو المرور اللي موجودة في هذه المدينة أو الدولة أكيد ما لها مرجع ما لها مفلتة إذن هو نفس الأمر الجزء التربوي لازم يكون عندنا منهج منهج واضح اللي ودانا في داهية إن احنا ما عندنا منهج وهذه الأطفال يتلاعبوا علينا لدرجة إنه يا كتر ما حكيت ويا كتر ما تكلمت على إنه بعض الأطفال يسوي الشيقاوج يقول لك أضربني وفيه أبشرك كمان فيه في طرف بعض السنابات والله تطلع يعني بعض المقاطع موجودة إنه الطفل من كتر ما هو خلاص عارف ديتها عارف ديتها إيش أسوي اللي فراسي يلا يضربني يضربني يقوم الأبو يخبط وخط على الكتف ولا كف ولا على الرأس ولا إيش ما كانت وخلاص أخذت أقول ورح أجننكم مرة تانية وسوي اللي فراسي حبايبي التربية فن فن من الفنون العظيمة إذا ما عرفنا كيف نربي وإذا اكتشفنا أنه في عندنا اختلالات في ردود أفعال من هم موجودين تحت إمرتنا كرعية عندنا معناته عندنا إشكالية في إدارتنا للجزء التربوي في هذا البيت إيش نسوي ساعتها المتخصصين مرة ثانية ويا كتر ما هم موجودين على برنامجنا موجود والذكات للأفاضل على ألف ألف وإذاعات أخرى وأيضا عندنا الكنز الكبير عمنا جوجل اكتبوا في جوجل تربية مش عارف مين ضرب الأطفال العقوبات اكتبوا يا حبايبي اتعلموا اقرؤوا شوفوا ابحثوا ما ينفع أن أنا يكون عندي قضية وأنا قاعد أتفرج عليها والله ما عارف بشي القضية عندي مشكلة الأولاد يضاربوا ادخل في جوجل ادخل يا أم في جوجل ادخل يا أبو في جوجل شوف بدل ما تقعد أنت تروح وتدور وتبحث عند أشخاص معين يقولوا لك كلمتين وقد لا يكون أو لا يكون كلام ناجع أو صحيح يا أخي ادخل في جوجل شوف عندك دكاتر أفاضل معتمدين موسقين معروفين يعطوك الإجابات اللي قد تقرب لك ما هي تلقيادة الحقيقية للمفهوم التربوي داخل بيت الأسرة جميل طيب ناخد هذا الاتصال معنا إبراهيم السلام عليكم عليكم السلامة الله الله يحييك يا حبيبي تفضل كيف حالك يا دكتور الله يحفظك علّي صوتك إبراهيم الله يجيك العافظ كيف صدل يم أي تفضل إبراهيم أيوة فحبيت أتكلم على موضوع اللي تكلمت عنه إنه الواحد ما يشتغل بوضي بشهادة أو شيء زي كذا ممتاز أنا اللي أتكلم معاكم مهندسة صالات فسبحان الله يعني شاء ربنا يعني إنه ما ما ألقى وظيفة بالهندسة أو شيء زي كذا فأول أول فترات يعني كنت متحطم يعني نفسيا وكنت تعبان صراحة يعني كنت عاني صراحة بشكل غير طبيعي يعني فبعدها أنا فكرت بيني بين نفسي قلت يا أخي هي كلها رزق يعني سواء اشتغلت بالهندسة أو أشتغلت بشيء ثاني كلها رزق من الله يعني إيش تشتغل الآن إبراهيم أيها فتوجهت أنا اشتغلت يعني بالتوصيل وكذا يعني فسبحان الله الحمد لله يعني الحمد لله ألقى منا رزق وراحت بال واللهم لك الحمد يعني لأن الله يعني يمكن أنت العلم موجود معك صحيح فما تدري على الأيام إيش اللي يصير معك يعني الله يسعدك يا حبيب إبراهيم وأتمنى لك التوفيق ولجميع الأشخاص اللي بيناظروا في هذه الحياة وما بيوقف عند حاجة ما بيوقف عند حباطه بيواصل وبينجح والحياة كبيرة جدا ومتسعة وكبيرة جدا ولا تقف على مجال أو تخصص واحد نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل إن شاء الله الجزء الأخير يا مرحبا فيكم من جديد رجعنا في هذه الحلقة من برنامج مفاتيح مع سعادة الدكتور هاني الغامدي هياك الله دكتور في هذا الجزء الأخير أهلا بيك حبيب كم بقلنا شايل؟ خلص بقلنا أقل من 12 دقائق طيب فضل طيب دكتور نحن لاحظ بعض الأشخاص اللي نشوفهم ناجحين سواء في مجال الأدب الفن الإعلام مجالات العلمية المجال الوظيفي بنشوف هذول الناس كذا نحسهم عظماء في الصور في الفيديوهات نحسهم ناس مميزين هل فعلا هذول الأشخاص يا دكتور يفرقوا عن الأشخاص العاديين؟ الأعجب من ذلك هل هو درس أو درست في نفس التخصص وبالتالي أبدع في هذا المجال ترى مفاجأة كبيرة إنه لو رحنا لسيرة ذاتية لكثير من الأشخاص المعروفة أسمائهم نكتشف إنه دراسته أو دراستها لم تكن ضمن التخصص اللي هو أبدع فيه صحي سؤال حتى على مستوى الأدب حتى على مستوى بعض الأدباء الكبار تكتشف إنه كان درس أو عنده شهادة جامعية أو ربما حتى ربما البعض منهم ولو إنه في زمننا الحالي يعني أقل ما فيها الشهادة الجامعية طبعا هذه أقل ما فيها ولكن بعض منهم قد برزت أسمائهم هم ليسوا من أولئك الذين قد درسوا ضمن التخصص هل يعني ذلك؟ إنه والله أنا ضيعت سنين عمري إبراهيم حبيبنا قال كلمة خطيرة وإنت برضك رديت عليه أقل ما فيها إنه هو صح غير مجاله ولكن ما زال عنده العلم هو فهمان في هذا الأمر إلا ما يستفيد منه في يوم ما إلا ما يجيره الفرصة بقدر المولى عز وجل يجيك واحد يقول لك يا أخي أنتم من جدكم أنتم عقولكم قاعدين تقولوا كلام واحد أخذ شهارة هندسة يروح يصير حق توصيل في الآخر أهم نقطة عندي مش باب رذب حلال والراجل هذا راضي نتدخل في لي لا يا أخي البلد هذه أنه يرجع لنفس الدائرة والكلام الفارغ والفاضي اللي نعيد ونزيد في طول النهار البلد دي والبلد دي البلد دي البلد دي يا حبايبي والله العظيم الذي لا إله إله ولما أتكلم عن البلد هذه من أشعر بدل إنه أنا دقت 25 سنة بره رحت في دول كثيرة وعشت فيها وقعدت في مجتمعاتها وفهمت إيش يعني بلدان أخرى لا يضررنكم يا حبايبي كل اللي قاعدين تشوفوه من خلال الأفلام أو من خلال رحلاتكم السياحية بناتنا وأبناءنا اللي راحوا وعاشوا هناك في الدول المتعددة عرفوا وفهموا ويقارنوا اليوم ما هي اللي هناك واللي هنا هناك عندهم حيات حلوة نعم عندهم حيات حلوة أحلى مننا إيه والله أحلى مننا ولكن إحنا كمان عندنا حاجات حلوة أحلى منهم وهكذا هي الأمور وهكذا هي الأرزاق هكذا هي حياة الناس وحياة البشر مو شرط نكون كلنا مونيترون كلنا على كوتيرة واحدة أنه كل الأمور المتطورة في جانب معين لابد أن كل الدول تكون عندها نفس الأمر لا فيه طبعا لا احنا عندنا يا حبايبي أمور موجودة في بلدنا طب يلا قل لي يلا وريني يكفينا فخرا وشرفا أنه احنا قريبين من المولى عز وجل يكفينا فخرا وشرفا أنه الحرم بعيد عنك سبعين ولا مئة ولا مئتين وتلتمية كيلو سواء كان مدينة ولا مكة اللي يجوا الناس من آخر الدنيا يعيش تقول عمره ستين سبعين سنة عشان يجمع له كم دولار عشان يجي يصرفها في حج ولا في عمره ويجي هنا ينهار ويفكي وحالته حالة تلاقيه تقول يا أخي شوف والله يا عظيم قاعدين ينهاره ومام الكعبة ده حلم حياته حلم حياته يقول لي أنت طول عمرك قاعد يربما يكون الحرم جنبك على بعد كم كيلو ممكن ما رحت لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمس هذه نعم موجودة يا حبايبي والله أمور كثيرة طيب غير الحرمين خلاص الحرمين عرفناهم طيب أديني غيره من عارف في عندي ألف سنة طويلة هنا ما يبغالها قص يبغالها تدريب وتعليم طيب أديني غيره الأمن والأمان أنه أمن وأمان يا عمي ما أنت عندك شايف المشاكل التي تحصلنا برضنا برضنا عندنا أمن وأمان في أي دولة في العالم من فضل المولى عز وجل إيش في غيره عندنا اللحمة اللحمة المشاعرية والعاطفية اللي نتميز بها يا حبايبي هذا المجتمع هذا الشعب المبارك عنده من العاطفة في صدره والله ما لا تجد فيه كثير من الدول الأخرى سواء أجنبية أو عربية ولكن عندنا إشكالية واحدة يا سعيد وأعتقد أن الجميع سيتفق عليها الآن إحنا مشكلتنا النهايط بأول ثلاث دقائق يعني الفرس امبرشن اللي هو الانطباع الأولي الانطباع الأولي عند بعض المجتمعات الأخرى كويس إحنا عندنا الانطباع الأولي لما نقابل بعض للأسف يبغالوا يعادة الترتيب ولكن بعد ثلاث دقائق من معرفتنا ببعضنا البعض يلزم عليك إلا تتعشى عنده وريني مين أمريكي ولا أستراليا ولا كندي ولا إيش ما كانت تتعشى عنده في ذيك الليلة بل بالعكس ربما يكون الفرس امبرشن حقه كويس بينما هو ينويك بنوايا سيئة هل هادو لك سيئين كلهم بالمطبق؟ لا حبايبي كل واحد يعيش بعقله لكن مشكلتنا إنه إحنا محنا حلوين مع بعضنا البعض كابتسامة كسلام أنا قبل كم يوم حطيت تويتر بتكلم عن موضوع إنه بعض الأخوات لما ندخلوا لا سلام ولا كلام تقول لك يا أخي أنا ما أسلم على أحد لما ندخل ليه يا بنتي؟ بين داخل أنتي؟ ليش عندنا سوء النية بإنه إحنا ممكن لو دخلنا في أي مكان استقبال أو مستشفى أو أي مكان إذا قلت السلام عليكم ممكن يكون فيه أمر لا يقبل الله ولا رسوله المنور ارجعوا للسنة النبوية بارك الله فيكم ارجعوا للأصل في الدين يا حبايبي في كثير من الأمور للأسف إن إحنا سيئين فيها أنا أقول سلام عليكم إممكن حسبوني أتمالح يش دخل أتمالح في سلام عليكم لا ما عليش عندنا عقول ما هي نظيفة مشكلتنا نحن نظن في بعضنا البعض بالسوء بينما إحنا طيبين وحلوين إحنا حلوين طيبين عاطفيين بالمرة قلوبنا بيضة أحسن من غيرنا بكثير ابرزوا يا حبايبي أفضل ما عندكم ابرزوا أفضل ما عندكم لأنه في الآخر ترى ما هيبقى لك غير الكم من الحسنات اللي بتكسبها بابتسامة أو بسلام أو بتقديم مساعدة لأحد أو باحتواءه أو بالحليط الهيئة الليين معه يا حبايبي الأمور ترى اليوم كلنا أنا وإنت نصطدم ترى حنبقى ذكرى كلنا حنموت في الآخر ماذا تركت؟ ما هو الرفيد اللي تركته؟ ما هو الأصل اللي تركته؟ لازم نعيد ترتيب أخلاقياتنا وسلوكياتنا أقل ما فيها ركزوا معايا في أول ثلاث دقائق مع بعض الله يخليكم على الأقل من ندخل مكان بكل أسف سلام عليكم ما حد أرد عليكم ما أفرض عليهم إلا تسلموا عليكم خلاص الله يهديهم برضي ما زلت مبتسم إن شاء الله تدخل عن صراف تقول سلام عليكم وطالع زيك من نص عين كده يرجع مرة تانية يكمل العملية حق ولا كأنه سمعت ويا ويلك طبعا لو كان دخلت وكان فيه أمرأة أقول سلام عليكم أنا والله أدخل أي مكان أقول سلام عليكم سواء كان فيه نساء ولا رجال ووفشي السلام فيه كل خطواتي من فضل الرحمن أنا يا عم أنت ما فيه بعدك لا حبايبي أنا تعلمت من ناس أفاضل علموني بأن أرمي هذه الكلمة واكسب الثلاثين حسنة حقتي من غير ما أتعب قلت سلام عليكم ورحمة الله شكرا وبركاته عشان لا يطلع لي واحد ذاك اليام اللي في السناب يقول لي ما ساب الدنيا كلها قلت سنابه وتكلمت على موضوع مهم ساب الدنيا كلها لقد بثرت عشرا بثرت عشرا طيب جزاك الله خير ساب الموضوع كله ومسك لي ببثرته ولكن أرده جزاء الله خير الله يفعله جزاك الله خير بس ما يجوز عم يخليك في الموضوع اللي قلته أنا آسف والله توب ما يعيده خلاص فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل يا سائل جميل دكتور يعني خلينا نقول الدكتور أنه احنا مجتمعنا عنده عادات وعنده تقاليد جميلة جدا راقية جدا من أجمل ما يمكن في المفهوم الإنساني يا سلام والله العظيم والذي لا إله إلا وأنه من أفضل ما يوجد في المفهوم الإنساني موجود على أرض ومجموعة ومجتمع هذا الوطن المبارك وللأسف أنه يا أخي ما نبدأ مع بعض دائما نبخير ليش؟ ممتجاهمين زعلانين متشككين في بعضنا البعض ثلاث دقائق بس لو كلمت ودخل معاك في نقاش والله ما يسيبك وناخد رقمك ونتكلم معاه وتسلم يا الحبيب طب يا حبيبي طب من أول دقيقة الله يلحم والديكم من أول ربع دقيقة نبتسم لبعضنا البعض نسلم على بعض نخش بنفس طيبة اللي احنا نشوفه عند الغرب برا والأول المعلومية عند الغرب برا اللي ابتسامة المخاذعة هديك اللي ممكن تقول له وفي الآخر شوي كده يديك على دماغك ولا تأخذ منه ولا شي ولا يعينك ولا يساعدك ولا يعمل لك أي حاجة ايه يا عمي عندنا الأنظمة هاك رهيبة لا حبيبي حتى عندنا الأنظمة احنا ما شاء الله لقوة الله بالله ولكن هناك متشددين لأنه يموت في الإيغو حقته ترى لا يغركم والله بدراسات كثيرة ومقالات كثيرة أنا أمتلكها فيما يخص المجتمعات الخارجية تعالوا أحكيكم على كل مجتمع كلهم على حدة سواء كان الفرنسي البريطاني حتى في بريطانيا في عندنا بلاوي في المجتمع البريطاني ما يعلم به إلا الله سواء كانوا مع الآيريش ولا مع العراق الأخرى أو أمور أخرى يعني عندهم بلاوي ترى لا تتوقع أنتم تشوفوا جزء معين حليه وكده تقولوا واه والله فضيعين الغربي أخي مين قال رحوا عيشوا يا حبيبي عشان تفهموا احنا عندنا الخير هنا من فضل الرحمن كلنا نحتاجه فقط إبراز وإظهار وتفعيل لما هو في صدورنا فقط من الآن كل مين يسمعنا كل مين يسمعنا واجب عليك لأنه وسطتك المعلومة أنت أو أنت تفشوا السلام يا حبيبي وفي نفس الوقت تحسنوا النية في الشخص اللي موجود حولك بكل بساطة يا أخي سعيد أنا جيتك اليوم وقف جنبك سلام عليكم عليكم السلام رديت علي قلت لي تبقى مخدرات هقول لك لا شكرا يعني أنا ما أسلم أنا أقول يمكن تأي حبيب مخدرات يا أخي طبي حسن النية ومشكلتنا نحن خايفين من بعضنا البعض لهذه الدرجة وصرنا صحيح لا معليش معليش هذا أمر ما المفترض أن يكون موجود بينه وإحنا ما زلنا حلوين نحمل في صدورنا كل الجمال السلوكي والأخلاقي فضل يا شايد الله أعطيك العافية دكتور خلينا نقول يعني ختاميا كذا أنه ممكن اللي ينقصنا فقط أنه إحنا نبتسم ونعطي الانطباع الأولي الجيد تجاه الأخرين فعلا زي ما ذكرته دكتور أنا من خلال مواجهة الناس كثير في البداية بتلاقي متجهم لكن لم تبدأ تدخل معاه في الموضوع كذا تلاقي أنه هذا الإنسان طيب جدا عارفين بعض يا سعيد يا حبيبي عارفين بعض قلوبنا طيبة وهذا نوع من أنواع التغيير اللي احنا بنتكلم عنه اليوم غير يا بنتي غير يا ابني اليوم ابدأ بحسن النية وفي الآخر إذا أحد عرض عليك شيء سيء قول لا شكرا لكن ابدأ بالخير ابدأ بالطيبة بارك الله فيكم يا سلام الله أعطيك العافية دكتور يعني يمكن حان وقت نهاية حلقتنا اليوم لكن أكيد الموعد متجدد معاك الأسبوع القادم بإذن الله الأسبوع القادم العادة يوم السبت السبت الساعة وحده الظهر إن شاء الله بالضبط بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته وشكرا لك دكتور الله يسعدك وكل المستعملين كرام اللي يستمعوا اليوم لحلقتنا إن شاء الله بإذن الله نشوفكم الأسبوع القادم وإحنا متغيرين للأفضل بإذن الله تحيات مخرجتنا اليوم هالة منصور ونخوكم سيد حنتوش شوفكم على خير في ماء الله